وفوز الانتاج الحربي واحد سفر وصبح والاتحاد وتعادل إيجابي واحد واحد أما ودي دجلة والإسماعيلي كان اثنين واحد مباراة الجولة الـ 11 أو الـ 12 أنا آسف كالتالي هتكون تداء إن شاء الله من بكرة مباراة الأسيوت سبورت هتكون أولى المباراة ساعة اثنين والثلاثة للربع هتكون الأسيوت سبورت وطنطا ثم الرجاء والزمالك والأهلي وإمبي إن شاء الله هتكون ساعة تمانية بأمر له فيه إستاذ القاهرة مباراة يوم الحد سيكون الإسماعيلي وبيتروجيت التحاد السكنداري ووادي دجلة المقاونون العرب وسموحة والنصر والداخلية إن شاء الله ده سيكون مباراة يوم لتنين النصر والداخلية سيكون مباراة يوم لتنين الإنتاج الحربي والمصر البورسعيلي ومصر المقصة وطلاءة جيش دي مباراة الجولة الـ 12 إن شاء الله في بطولة الدوري الممتاز 2019-2018 كل توفيق اللي فريقنا طبعا زي ما احنا شفنا منذ قليل كان فيه قرأة كأس العالم طبعا فيه بعض الناس بتقول إن مجموعتنا سهلة مجموعتنا إلى حد ما كل الناس شافت يعني وإحنا بنتابع كده كان كل منتخب بيجي كده وإحنا موجودين بنقعد مسأف لكن كأس العالم لازم نقول إن ما فيش أي فرقة ممكن تكون سهلة يعني ما نجي نتكلم على المنتخب الروسي طبعا في المجموعة الأولى لازم أقول لحدكم المجموعة الأول وأتكلم في هذه الجزئية روسيا والسعودية ومصر وأرجوي دول الأربع فرق اللي موجودين في المجموعة الأولى أو مجموعة مصر هقول لكم بعد كده طبعا لما يجوا ديوفي المجموعة وهنتكلم على المجموعة ولكن خلينا أتكلم على مجموعة مصر في البداية روسيا والسعودية ومصر وأرجوي طبعا هكمل بقى معاكم مدام ظهرت على شاشة باقي المجموعة مجموعة التانية بورتغال وأسبانيا والمغرب وإيران المجموعة الثالثة فرنسا والدنمارك وبيرو واستراليا المجموعة الرابعة الأرجنتينو إسلاندا وكرواتيا ونجيريا والمجموعة الخامسة البرازيل وسويسرا وكوستاريكا وسوربيا أما المجموعة السبعة فالمانيا والمكسيك والسويد وكوريا مجموعة التمنى مجموعة بلجيكا وباناما وتونس وإنجلترا أما المجموعة التسعة فالنقاس في مجموعة التمنى مجموعة بولندا والسنغال وكولومبيا واليابان طبعا كلها يعني شفنا القرعة كان فيه نجون كتير في هذه القرعة وكانت بس مباشر بالسمرار كان الصورة على ميستر ركتور كوبر لما جيه اختيار الفرق الخاصة بمجموعتنا روسيا طبعا هي صحبة الأرض بالتالي الدعم الجماهير والنهاية اللازم تبقى موجودة في الدور التانية هتبقى وهو منتخب قوي يعني منتخب أما تيجي القرنه هتقرنه بمنتخبات قوية زي المنتخب الإنجليزي زي المنتخب الفرنسي يعني مش هيقل قوة عن هذه المنتخبات أيضا المنتخب الأورجوي هنشوف كافاني هنشوف سواريز هنشوف لعيبة قوية جدا في هذا المنتخب إزاي بقى هتقدر تتعامل معه خصوصا للكرة يعني الأمريكا الجنوبية كرة قوية كرة مميزة احنا بنشوفها دائما عندها صورة عندها قوة عندها مهارة فبالتالي زي انت هتلعب هذه الفرق فبالتالي هي دي اللي انت هتواجه يمكن الارجوية هي أول البلاد اللي نظمت لكأس العالم فبالتالي لها طريق طويل داخل كأس العالم أما المنتخب السعودي فانت بتكلم في منتخب قوي أول المنتخبات اللي وصلت أو أول المنتخبات العربية اللي وصلت لكأس العالم واتموحه كبير أيضا بقاله فترة ما شاركش فيه كأس العالم فاتموحه كبير فيه كأس العالم تالي هتقابل شراسة فيه اللقاءات القادمة بالنسبة لمنتخب مصر بالنسبة لأول اللقاء هيكون معك رجوي هو ده ممكن البداية أهم حاجة عشان لو انت ان شاء الله بنفكر وبندعي من خلال هذه المجموعة ان احنا نعدي المرحلة دي او المرحلة الأولى وانه نعدي للدور التاني لازم المباراة الأولى على الأقل تشتغل عليها وتعمل نتيجة إيجابية اعتقد ان انت تقدر تتعدي للدور التاني اكلمكم ممكن ان شاء الله يوم 14 جون او 14 يوليو هيكون مباراة روسيا والسعودية دي أولى المباراة او مباراة الافتتاح لكأس العالم مصر ان شاء الله هتكون تاني يوم يوم 15 امام أورجوي ثم مصر وروسيا هتكون تاني مباراة منتخبنا الوطن يوم 19 ايضا أورجوي والسعودية هيكون يوم 20 ثم المباراة أورجوي وروسيا هتكون يوم 25 ثم مباراة الأخيرة للمتخبنا الوطني أمام السعودية يمكن هتبقى مباراة صعبة دائما المتخبات العربية مع بعض بتبقى مباريات صعبة للغاية فعشان كده بقولكم المباراة الأولى لو احنا اشتغلنا عليها واخدنا نتيجة إيجابية من هذه المباراة ممكن الأمور تختلف كتير جدا في وصلنا لكأس العالم يا رب إن شاء الله ده اللي احنا نتمنى مستر وكتور كوبر أكيد خلاص دلوقتي الأمور معلومة بالنسبة له الفرق اللي هيواجهها المدارس بقى في الفترة القادمة اللي هيلعبها إيه تجهيزاته هتكون إيه طبعا أمامنا على الشاشة وقاعة طبعا وسور مرضونا طبعا نجم فوق العادة أكيد كان متواجد وهو بيختار المنتخبات اللي كانت موجودة وجزئية إن انت الشكل اللي كان فيه والعرض اللي كان موجود فيه هذه القرعة حاجة رائعة فعلا حاجة منظمة جدا طبعا انت بتتكلم في كأس العالم ليفل تاني خالص مختلف عن أمور كتير أو بطولات كتير كأس العالم ده يعني حاجة احنا سعداء جدا ان احنا مصر موجودة في هذا العرص اللي هيكون موجودة أو عرص المنديال اللي هيكون في روسيا بأمر الله يمكن في بعض التعليقات ما بعد بقى هذه القرعة يمكن وقى الجمعة وهو بيتكلم يقول له هو متفائل يعني قبط نوع الجمعة نجم نجوم من مصر نجم النادي الأهلي متفائل بقرعة مصر في كأس العالم كلنا متفائلين إن شاء الله بعد كده لكن خلي بالكو احنا المنتخبات التانية والمجموعات التانية كلها منتخبات صعبة ما فيش أنا بقول لكم ما فيش منتخب سهل خالص على الإطلاق فبالتالي وإحنا بنكلم آه احنا بنعبر عن رضانا وديه أمامنا تويتيت وقال الجمعة بيقول مجموعة متوازية للمنتخب المصري مقارنة بالمجموعات الأخرى بالتوفيق إن شاء الله أكيد كابت الوقيل بيعلن عن رضا ولكن كل المنتخبات عندها طموح كل المنتخبات تعبت عشان توصل كأس العالم فبالتالي الفرصة قدامهم إن هم يعدوا المرحلة دي ويطلعوا للدور التاني فرصة مواتية خصوصا لما نشوف فرق زي روسيا موجودة على أرضها رجواي وتاريخها طويل في كأس العالم وأول منتخبات وأول البلاد أو البلدان اللي تستضافي كأس العالم أيضا السعودية لفترة طويلة ورده زي مصر ما كانتش موجودة مصر طموح كبير جدا بقى لفترة أيضا عايزة تكون تحقق حاجة بقى المرة دي يعني تسعين إحنا تلعنا من الأدوار الأولى لكن 2018 لازم يبقى عندنا طموح مختلف طموح كل المصريين نشايفين عندنا مجموعة من اللعبين المحترفين المميزين بقى عدد كبير جدا موجود دلوقتي في الدول الأوروبية اللعبين طبعا على أعلى مستوى محمد صلاح رمضان صبحي كل اللعبين كل ده مهم جدا أنت تستغله كمدير فني بشكل كبير كل ده مهم جدا أن احنا نبقى وراهم وبنسندهم بشكل كبير كمنتخب عايزة أقول لك يمكن كوبر بقى قال بعد هذه القرعة أنه يرى أن مجموعة مصر هي الأصعب وهو شايف كده احنا بنشوفها مجموعة كويسة بس مستر ركتو كوبر بيقول أن هذه المباراة هي الأصعب وبنوضح أن هذا التعليق هو يرده على أي مجموعة للفران في هذا التوقيت أو هذا المونديال هي مجموعة صعبة لأن كل الفرق صعبة للغاية زي ما بقول لحضراتكم فعلا هي فرق صعبة فرق قوية كل الفرق عشان توصل لكأس العالم بزلت مجهود كبير جدا وعندها مجموعة من اللعيبة المميزة أنت بتتكلم في كأس العالم مش بتتكلم معلش يعني في أي بطولة فعشان توصل يعني شفنا إيطاليا خرجت من السويد أعتقد أعتقد وأنت بتتفرج عليها لأ فرقة قوية جدا يعني فرقة السويد اللي في مجموعتها ألمانيا والمكسيك وكوريا الجنوبية أنا بشوف أن دي مجموعة قوية جدا جدا في هذه البطولة فبالتالي ميستر ريكتور كوبر وهو بيتكلم وضع طبيعي هو بيقول أن مجموعة صعبة فعلا مجموعة صعبة هي دي النقطة أنت بتكلم مع صاحب الأرض بتتكلم مع تاريخ طويل زي أوريجوي زي ما بقول لحضراتكم مجموعة من اللعبين عندها اتنين أسامي بس فقط لغير ما نجي نتكلم عليهم كافاني والسواريز أعتقد خط هجوم قوي جدا أنت هتواجهه أيضا المنتخب السعودي فريق قوي فريق مميز عنده طموح بقاله فترة زي ما بقول لحضراتكم ما وصلش لي كأس العالم فبالتالي يعني هو ده اللي احنا بيتكلم عليه أمامنا طبعا ميستر ريكتور كوبر وهو بيتكلم على القرعة وشكل القرعة الخاصة بمنتخبنا الوطني وبي أصفها بالمجموعة الصعبة بالنسبة له احنا لنا وجهة نظر ودير فني أكيد ليه وجهة نظر من خلال رؤيته للمنتخبات المشاركة في كأس العالم ومن خلال رؤيته لجميع المنتخبات سواء بقى المنتخب السعودي وأكيد هو راجل متابع بشكل كبير خبرات كبيرة جدا مستر ريكتور كوبر وصيفي محترم بيخليه يتابع كل المنتخبات اللي شاركت في التصفيات سواء بقى الأمريكا اللاتينية وأمريكا الجنوبية وكل المنتخبات اللي شاركت في تصفيات كأس العمل مهلة لروسيا 2018 يمكن هو بيكلم أن الهدف هو التآهل لدور 16 هيشتغل على الحتة دي وإحنا لازم في ظهرهم لازم كل الناس كل الألام كل وسائل الألام كلها مرئية ورقية تبقى في ظهر هذا الرجل وفي ظهر منتخبنا الوطني ويتمنى له طبعا الاختيار الأنسب ليه تشكلة المنتخب في المرحلة القادمة يعني أكيد في بعض اللعبين اللي ممكن ينضموا لكن هو خلاص الرجل حاطت قوام موجود قوام أساسي لمنتخبنا الوطني لكن في بعض الناس ممكن يبقى لازم نبص لهم شوية مستر ريكتور كوبر بعض اللعبين اللي ممكن بيظهروا من خلال بطولة الدوري يبقوا سند ليك لأن احنا في وقت من الوقات وقعنا في وقت مشكلة غياب بعض اللعبين غياب بعض إصابة بعض اللعبين هو ده اللي احنا بنخاف منه أكيد أنت عامل حسابك في المرحلة القادمة وصلت لنهاية أفريقيا وكنت قبقى وصينة أو أدنى أنك تأخذها ولكن ربنا أراد كده طبعا فريق كان قوي أمامك الكاميرو نتمنى إن شاء الله مدام أنت بتتكلم أن أنت بتاخد خطوة خطوة والهدف بالنسبة لك في هذه البطولة هو الوصول لدور الستاشر نتمنى لك طبعا كل التوفيق من خلال هذه المجموعة اللي احنا بنشوفها أو أنا شفتها شخصين صعبة زي ما أنت بتقول بعض الناس تفقلت لأن فعلا هي مجموعة ما نتكلم على الأسامي مش بتقابل ألمانيا يعني مش بتقابل فرنسا مش بتقابل البرتغال مش بتقابل طبعا فرق قوية يعني فرق ممكن تكون أسامية أقل شوية ولكن في الأصل هتلاقي عندهم نظام مميز جدا وتاكتك مميز جدا كل الفرق أعتقد مميزة جدا مش عايزين نعمل زي ما احنا كنا متواجدين مع فريق زي الولايات المتحدة الأمريكية في كاس قررته خسرنا من أمريكا كنا بنقول لا أمريكا أمريكا ممكن تكون أقل ولكن في البطولة دي بالذات كسبنا أطالية تعادلنا مع البرازيل كانت أعتقد بطولة مميزة لنا ولكن خسرنا من أمريكا لأن احنا كنا تخيلنا أن أمريكا منتخب سهل لكن طبعا زي ما أقول لكم أكيد كل المتخبات المشاركة في كاس العالم هي متخبات قوية وعند كل واحد عند طموحه زي ما أقول هو عرص منديالي كلنا بنستمتع به هنستمتع بإن شاء الله بمنتخبنا لنتمنى له إن شاء الله التوفيق ووصوله للمراحل القادمة خليني أقول لكم بعض الأمور الخاصة بنجوم الـ 32 منتخب يتبادلون التهنئة بعد بلوغ روسيا 2018 يمكن بعض اللعبين خليني أنروح نشوف الفيديو وأقول لكم بقى الأسامي لهؤلاء النجوم الموجودين لمنتخبات الـ 32 ترجمة نانسي قنقر شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة